السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? هلتكلم النهاردة عن طريقة الغاء ربط صفحة الانستجرام بصحفة الفيسبوك. ساعته هنعمل الانستجرام في الاول بيطلب منها نحن نربط الانستجرام بالفيسبوك ونعمل كده. وبعد كده نكون عايزين نلغي الموضوع. عايزين كل واحدة المفاصلة الوحدة. فازاي نلغي ربط الانستجرام بالفيسبوك بعد اصلا ما نكون ربطناهم. مش هنخش بقى انترو بتاعشان الوقت كوباية شاي موجودة هي خلاص. الموبايل موجود اهم حاجة عايزه منكو بس ترويق بلايك وشير واشتراك وهي هنبدأ مع بعض وقت حالا. جميل? هتخش على صفحة الانستجرام بتاعاتك ونيجي في الجنبل كده علشان ايه? الشرح ينزل. مش هيكون نص وشي. اول حاجة الثلاث شرط اللي فوق دول على اليمين على الشمال نضغط عليهم. وبنهم هندغط على حاجة اسمها الاعدادات. من الاعدادات هنختار الحساب. جميل? وبعد كده هنلاقي حاجة اسمها المشاركة على تطبيقات اخرى. وبالمناسبة لو انت بقى اصلا مش رابط حساب بتاعك. بحساب الفيسبوك وعايز تربطه. هيظهر لك صفحة جنب علامة الاي. هتواريك ازاي تربط. حساب الانستجرام بحساب الفيسبوك. وهقول لك فيها على ايه مميزات فيك ده اصلا الموضوع الموضوع الموزات كبيرة جدا يعني. بس برضو في ناس بكون حابة مش حابة الموضوع بكون عايزة تفصل. فعايز تفصل هنشرح هنا. عايز توصل او تربطهم الاتنين وبعض هشرحولك في فيديو اللي هيظهر نجم علامة الايه. مهم هنضغط هنا على الفيسبوك اللي فيها محمد المهدي دي لان انا قصل رابط الصفحة دي بالصفحة الفيسبوك عندي. ومنها هنضغط على مركز الحسابات. بعد كنا ننزل تحت هتلاقي حاجة اسمها هي اهدادات الحساب. نضغط على الحسابات. هتلاقي هنا ظهر لك كل الحسابات اللي رابطة عندك. فانا مسلا عايز اشيل حساب معين. حساب مسلا فكرة ده مربوط وعايز اشيله. نضغط على ازالة وبعد كنا نضغط على متابعة وهيقول لك ان هل تريد ازالة الحساب وهيقول لك على الحاجات اللي انت مش تقدر تعملها لما تشيل الحساب ده. نضغط على المتابعة لو انت خلاص موافق. وبعد كنا نضغط على ازالة تاني. كده هو فعلا هيزيل الحساب ده من انستجرام بتاعك مش هيربوط وهو تشيل او. وبس كده يا سيدي الموضوع ما خدش دقتان على بعض عشان تقدر تزيل اي حساب فيسبوك مربوط بحساب الانستجرام. طب ايه اللي انت هتخسره لما انت تفسل حساب ده على الحساب ده. هل ليه بس اجبك رفة نص سنة احنا خلاص نشرح في فايا. اللي انت هتخسره انت مش خسرها لحاجة كبيرة يا الموضوع سهل. بس يعني هي موضوع بحاجة بتسهل عليك. مسلا لو انت ضفت حد على الفيسبوك وعملت له اضافة صديقه. فالفيسبوك اصلا بيطلعه قدامك عشان تقدر تعمله بكل سهولة. بيكون رابط ما بين الاتنين يعني. ولو انت منزل تقدر برضو بضغطة زرار واحدة لنشاعرها على الفيسبوك ومن غير ما تضطر برضو تروح على الفيسبوك تبدأ تشاعرها. فالموضوع مش كبير جدا بس بيكون اسهل في قصونا لانهم موقع التواصل الاجتماعي يعني مش اكتر. وبس كده يا سيدي مستهاش بقى تنزل تترعو على الاب لايك واشتراك جميل في القناة والحاجة اللي انتم عارفينها دي. ولو عندك اي اسئلة انزل لسالة تحت في الكومنتات انا بقعارهم كلهم او ممكن تخش الكلمة على صفحتي على الفيسبوك هتلاقي لينك تحت تحت صندوق الوصف وفي اول كومنت. يا ربكم اوصفنات الفوديو بتاعنا النهاردة وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.